كريبتو دوت نت بيتكوين عالم كنح واحتراف العملات الرقمية تقدر تحصل على اللينك الخاص بيها من الدسكريبشن وتنضم وتكون قريب مننا بشكل أسرع من قناة اليوتيوب والتحديثات اللي بتصدر بشكل يومي بأكثر من كذا تحديث على القناة أما لو كان عندك خسارة في المحفظة الخاصة بيك وقيمتها أكبر من 6000 يورو أو عملات بدون ما يكون عندك USDT تقدر أنك تحصل على رقم الهاتف الخاص بينا اللي موجود في الدسكريبشن وتتواصل عن طريق الواتس أب وتستفيد من الانضمام في إدارة المحافظة الVIP عن بعد بدون الوصول لرأس المالك أو دون الوصول إلى عملاتك أو أي أكسز على أي منصة خاصة بيك وتقدر تستفيد بكافة المميزات والعملات الهامة والإدارة المباشرة اللي بنتبعها معاك أول بأول والنهاردة هنتكلم عن حلقة مهمة شيقة لو سمحت زي ما تعودنا تيجيب كوباية القهوة وورقة وقلم وتركز معايا انتظرونا بعد الفصل وارجعنا لكم من جديد ومعاكم كوباية القهوة وهنركز عشان حلقة شيبة النهاردة اللي هنتكلم فيها وانحاول نستعرض لكم كافة المعلومات اللي احنا عايزين نقولها بعد كمية الأسئلة الكتير عن العملة اللي موجودة عندي وريكوستات اللي طلبة العملة دي عشان نبقى مختصرين في الوقت الأول احنا السوق بتاعنا حاليا وصل 12551 عملة رقمية عندنا الماركت وصل ل 2 تريليون 318 مليار احنا بنتكلم في أرقام جيدة جدا الأرقام دي أرقام مهمة ولازم نبقى عارفينها تمام ونقدر نعرف ان احنا اتجاهاتنا لما نقدر نوصل لل 3 تريليون هنكون في مكان مختلف تماما في اتجاه سوق العملات الرقمية وبنقول ان التدولات اليومية النهاردة عملة 97 مليار 618 مليون الاستحواز على يعتبر البيتكوين وصل ل 44.6 واضح زيادة بشكل كبير جدا والتمسك بعملة البيتكوين في مقابل ان الاسيريم لازال على 18.2 وايضا دليل اهمية ولكن كل شيء هيجي بالترتيب الخاص به طيب عايزين نتكلم على النهاردة ايه عملة الشيبة زي ما احنا شايفين كده قدام بعض الشيبة ايه قصتها وايه موضوعها واحنا نتكلمنا قبل كده وهنتكلم تاني وهنعيد عشان بنذكر اخواتنا قبل ما يحصل اي مشكلة او لقدر الله خسارة ويبقى حرام ان احنا ما بنوجهش الناس فاول حاجة عملة شيبة وتقدروا ترجعوا للحلقات الماضية تمام والحلقات الماضية انا اتكلمت على شيبة وقلت نفس الكلام ونفس الكلام دلوقتي هو بيحصل مفيش حاجة تغيرت انا قلت ايه انا قلت ان شيبة هتقعد تجمع في التجمعات اللي احنا ماشيين فيها دي زي ما هو واضح كده تجمعات دي تجمعات قوية جدا لو قدرنا نحسابها بالزبط هنلاقي ان التجميع بتاع العملة وصل لخمس شهور وربما ان انا لا اقمن بعملة شيبة عشان نبقى مع بعض مستريحين اوكي بعد اما طلع هنا العملة وصلت لغاية الالتايم هاي كانت بتاعتها اوكي عند اللهمة الاربعة صفار هي اعتبر اربعة تسعة بعد كده حصل تصريف تمام والناس كلها خسرت ونزلت العملة استقرت تحت عند مستويات الستة ستة ستة لو تفتكروا الرقم ده احنا قلنا قبل كده وكنا شغالين مضاربة نبيع من الستة ستة نطلع عند التسعة نبيع نشتري نبيع نشتري وكانت الحالة ماشي هنا كويسة في اتجاه عملة شيبة اه في بعض الاخوات انا نبهت عليهم ان هما يطلعوا من العملة دي ويسوبوها اوكي اه فتلوقتي لما العملة بتيجي بتعمل ارتفاع يقولك طب انت ليه وجهتنا ان احنا نسيب العملة يا استاذ فكر كويس جدا اوه انت مش عشان لقيت عملة ارتفعت دلوقتي تفرح وتقولي طب ما احنا كنا خليناها طب والخمس شغور اللي فاتوا دول انت اشتغلت في ايه وبسبت فيه اوه انت العملة يعني مسلا انت بعتها النهاردة وانطلقت بكرة انت بالعكس لانت ممكن تكون باعت هنا باعت مسلا شهر ستة باعت شهر سبعة باعت شهر تمانية خلاص باعت شهر سبتمبر اوكي بعد كده جات في شهر اكتوبر طلعت عادي التجميع ده كله هنا اللي اللي تم في المنطقة اللي احنا وقفين فيها دي بدأ انطلاقة كويسة خلاص بعد اما تمت الانطلاقة بيتم دلوقتي تصريف على الناس تعالوا ادي الشكل اللي قدامنا اللي مرسوم ده لا تظن ان ممكن شيبة مش هترجع تاني تنزل تحت خالص ترجع تاني عند الستة ستة ستة لا تظن بعكس ده بالعكس هترجع تاني او ممكن ترجع تستقر عند نوقات معينة هنحاول نشرحها دلوقتي بشكل اكبر وبشكل اوضح عشان نقدر نتعلم دلوقتي هنكبر الجزء بتاعنا عشان نقدر نفهم ايه اللي بيحصل او ايه اللي حصل في العملة هنقف على كده ونشوف معانا ايه القصة بتاعة شيبة وايه الاماكن اللي لو احنا عايزين نعمل فيها ممكن شغل هنقدر نعمله مع تفعيل الستوب لوس او مانع الخسارة او ستوب اوردر حسب كل منصة قدامك بيكون المسمة الخاص بها ايه ورغم ان انا لازلت انصح بعدم الدخول في عملة شيبة لازلت انصح للمرة التانية نصيحة لوجه الله لاخواتنا الصغيرين اللي لسه في السوق لكل الناس اللي بتجري وراء اي شمعة خضرة وبعد كده تخسر خسائر فادحة للناس اللي بتبيع عربياتها وببيع بيوتها وتروح تفتكر ان العملة دي تاخدهم للسماء وتاخدهم للامر وفي الاخر بتاخدهم لخسائر فادحة هنرجع تاني ونقول لوجه الله النصيحة عشان الكل يتعلم ركزوا وهاتوا وراء وقلم عشان هنتكلم على نوع الدخول ونقط خروج مع تفعيل مانع الخسارة نقطة ومن اول السطر اللي حصل بعد تجميع خمس شهور بدأ يحصل انطلاق للعملة تمام الانطلاق تم لغاية لما وزت للتلاتة خمسة طبعا مش هنقول لصفار احنا خلاص يعني عارفين لصفار بتاعتنا فهما بين بتكلم اربعة صفار خمسة صفار فمش عايزين نتكرر لصفار عشان ما تبقاش مشكلة وسط للخمسة وتلاتين بالطبع كل الناس رجعت جريت بالطبع واشترت اشترت اشترت ونيجي هنا معانا زي ما بيوضح لنا الشرط اللي قدامنا هنا اني في العلامات الحامرة اللي احنا هنشوفها دلوقتي دي لها اسماء معينة هنذكرها حسب ما كل واحد بيحب يسميها سوا بقى الشهاب الصاقب ايه مسميات كلها مسميات بتفيدكم بس في ان انتو تدوا اسماء ولكن يهمني انا نقطة دخول معينة ونقطة خروج كل اللي بنظلنه في العملة والنقطة المحددة المهمة اللي لازم نحطها عندنا ونكتبها هكتبها لكم دلوقتي اول نقطة مهمة هتكون عند السبعة عشر اللي هي المنطقة دي عايزين نقدر نقف هنا خلاص ونحط عليها علامة ممكن نقول اللون مسلا نقول مسلا اللون ايه هنقول لون مسلا الاصفر تمام مسلا خلاصش نيبقى باين عندنا وهنقدر نقول المكان التاني اللي عايزين نخليه موجود عندنا وده مكان مهم خلاص هورغولكم دلوقتي نقدر نقول عليه انه هو مكان لو كسر احنا هنكون في اداء سيء للعملة وده متوقع ان يحصل مش هيكون بعيدة عننا قوي يعني اللي هو لو صلنا عند هنا التلاتاشر ونحطه باللون الاحمر عشان نفرق ما بين الجزئين تمام هنحطه كده عند اللون الاحمر تمام ايه اللي بيحصل حاليا في العملة يا جماعة في عندنا اه اكتر من كذا ملحوظة بالدل اني في تصريف بيحصل حاليا في العملة دي وانت لو عايز تدخل يعني ومسر انك تدخل في العملة انا رغم اني ما بشجعش ولكن ماشي تمام اه لو وصلت العملة عند دلوقتي انا اخدها على اربع ساعات عشان نبقى اوضع ونتكلم صح لو وصلت العملة عندنا عند النقطة اللي احنا هنخش فيها عند سبعتاشر ان الخط الاصفر اللي احنا هحطينه ده عندنا اوكي ممكن تخش فيه ما فيش اي مشكلة مع العلم ان احنا في النقطة دي بالزبط النقطة دي كده عندنا في بدأ مقاومة عند الاتنين تسعة هنحطه عندنا وليكن بلون برضو مختلف عشان نبقى عارفين نحط بلون الازرق هنا اصبح ان في مقاومة حاول السعر وبعد ما نزل يعمل تصحيح طلع وصل للاتنين تسعة بعد كده بدأ دلوقتي ينزل وشغل في النقطة دي عايز انا اضارب اضارب منين انا لو عايز اضارب لأ اروح اتشارت هنا واحط النقطة بتاعتي عند الفين بالزبط ميتين اقول لكم بالزبط الرقم عشان تقدروا تشتروا عنده بالزبط هنحط عند الفين مية تمانية وتسعين الرقم بالزبط كده الفين مية تمانية وتسعين الرقم ده حضرتك تحطه عندك خلاص وتسجله معك تمام كده وتبدأ ان انت لو تم معاك الشراء اوكي تفعل او مانع الخسارة او حسب اوكي بي او اللي هتشتغل على تشتغل مثلا على حسب ما تشوف انت بتشتغل على ايه اهم حاجة انك ما تنامش اهم حاجة انك ما تسيبش بتاعك وتروح لاني ممكن في اي لحظة يحصل عندنا هبوط بشمعة حمرة واحدة وتقعد معاها تحت عند خمس شهور كمان يبقى انت ما قدرتش تحقق حاجة عايز تضارب ضارب ما بين النقطتين الخط الازرق اللي احنا حطينا هو النقطة اللي قلناها دي تمام كده عند اللي هي نفتكرة تاني اتنين واحد تمانية تلاتة خلاص وتقدر تبيع قبل النقطة بدل اتنين تسعة اوقف عند اتنين تمانية مثلا وبيع واعمل مضاربة في الحتة دي جزئية دي بس كده بيع وشرة خلاص لو فرضنا انها هتبدأ هنا شي ما تتحرك عرضي لو فرضنا انها تتحرك في المنطقة دي عرضي بعد ما تتحرك عرضي مؤكد انها هتحاول تاني الاختراق لو ما قدرتش انها تختارك فهي هتصرف وتنزل تاني ترجع للمستويات ممكن توصل لغاية الف يعني واحد تمام وممكن نرجع تاني نشوفها عند الستة ستة ستة كسرها للالف نفسه كسرها عند الرقم ده وهنحط اهو دلوقتي برضو لون مختلف خالص هنقول مثلا كده تمام كسرها لمنطقة الالف دي ونزلها هيكون اداء تاني سيء فيها وترجع تاني للقاع اللي هتبقى موجودة فيه باستمرار تعود لها خمس شهور تاني وتنطلق نفتكر بقى احنا قلنا ايه من تلات شهور في حلقة موجودة قدامكم تقدروا ترجعوها عن شي بقى قلنا شي بقى تبقى عملة طمبات يعني تجمع 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 وتطلع تروح تضربة زي ما حصل وتروح واخد بعضها ونزلة وتقعد تحت خمس شهور تطلع في بمب وتروح واخد فلوس الناس وتنزل تقعد تحت خمس شهور هي دي الحركة بتاعتها الكلام ده احنا قيلينه من تلات شهور فاتهم تقدروا ترجعو الحلقة وتشوفوها الخاصة بشيبة ما تندفعش وراء اي كلام اشخاص يقولولك انها رايحة للدولار او رايحة للواحد سنت او رايحة الارقام انا مش شايف الكلام ده موجود احنا شايفين اداء دلوقتي للشرط تمام وما بين الاداء القديم لو رجعنا تاني بالزمن شوية كده بسيطة تمام هنشوف الاداء اللي كان بيحصل هو نفس الاداء اللي احنا وقفين عليه دلوقتي بالزبط بصوا نفس الصورة هي هي نفس الصورة بعد اما وصلنا الانطلاقة عصلنا على الشمعات اللي هي كلها تصريف على الناس الناس كلها اللي اشتريت فوق فاكرين المصطلح القناء على برج خليفة تمام هو هو نفس المصطلح كون للدنيا نزلت فضلت بتمشي خمس شهور تحت طبعا انت لو فلوسك اللي انت اشتريت فيها من فوق دي كانت موجودة معاك مش قعدت خمس شهور تدورها تحت كده وانت قاعد مش عارف تعمل حاجة كنت تقدر تعمل بها ارباح وحاجات افضل بكتير عشان نبقى صرحة ونقول اخر كلمة مهمة لشيبة تمام عشان اخواتي اللي بيسألوا مهتمين قوي انا شايف لو قصرنا وده شايف انه مستبعت يعني مش مديره حتى خمسة في المية اوكي فهنوصل لمناطق معينة وممكن نوصل لل اه اربعة صفار مثلا ستة اوكي لو قصرنا الاول تايم هاي او اربعة صفار سبعة تمام وبعد كيه يتم التصريف عليك والبيع وجني الارباح على حسابك انت وتنزل العملة لغاية اربعة صفار واحد او خمس صفار ستة ستة مكان ما هي كانت مستقرة عملة شيبة فيها مخاطرة كبيرة بدون تفعيل مانع الخسارة ياريت ما تخشهاش تمام كده ياريت ما تخشهاش وخلي بالك لان دي لعبة كبيرة بيتلعب بيها عليك عشان تخسر فلوسك بكل الطرق ارجوكم حافظوا على فلوسكم مهم جدا خلي بالكم ان احنا داخلين في البول ماركت بشكل كبير جدا الفترة اللي احنا فيها دي والفترة اللي جاية صعود كويس جدا لازم تنتقي محفظتك بشكل صح عشان تقدر تحقق ارباح انت ممكن تحقق ارباح تلتمية المية وربعمية المية في التلات شهور دول لو محفظتك في الاربعة تلاف يورو خليك معنا على الجروب تابع كل حاجة تمام لو محفظتك اكبر من الستة تلاف يورو الافضل قدر رقم الديسكريبشن تواصل معنا واشترك في المحافظة الفي اي بي على الال تقدر تحقق مكسب في البول ران اللي موجود اللي ممكن ما بيتكررش الا مرة كل تلات سنين فالتلات شهور دول من اهم الشهور الانتاجية اللي لو انت معاكش موجه بشكل سليم وعندك رأس مال جيد تمام هيبقى حرام عليك لانه هيكون راح منك وممكن كمان تخسر فلوسك ويبقى عندك مشاكل كتير بدل ما تكسب في السوق يبقى الناس كلها بتكسب وانت الوحيد اللي خسران واعد جنب شيبة واعد جنب حاجات تانية النصيحة بنوجيها لكل اخواتنا خلي بالكم ما يتلعبش عليكم لما تشوفوا شمعة كبيرة خضرة رهيبة بالشكل ده تأكد اني اياها نفس الشمعة الحمرة اللي قدامك دي بالزبط وهتروح كل فلوسك خلي بالك على فلوسك لانها في الاخر امانة معاك يتحفز عليها يا ما تخش الشوق انت مش عارف في اي حاجة الا لما يكون معاك مستشار يقدر يساعدك في كل حاجة اتشرفت بكم وتحياتي ليكم دمتم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته